بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصمين نلعن الدام على عدائم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم آمين رب العالمين نعزل أمة إسلامية جمعا وعلى رأسها مراجع الدين العظام ونعزي المؤمنين كافة ونعزي إمامنا صاحب العصر والزمان المعزى أولا بمحمد المهدي بن الحسن العسكري بهذا المصاب الجلل مصاب استشهاد إمامنا علي بن أبي طالب وفي الواقع لا نقول ولا نردد إلا ما نزل على لسان جبرايل حينما هتف بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى ونحن نقول أيضا تهدمت والله أركان الهدى سيد بمقتلك يا مولاي يا أمير المؤمنين يكفيك أنك نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكفي في وصفك أنك قرآن يمشي على الأرض فإنا لله وإنا إليه راجعون حقيقة كما في حلقات السابقة أبتدئ بدعاء أبي حمز الثامة لأن نقول عن إمامنا زي عبدين عليه السلام اللهم صلى على محمد وآل محمد إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهامن لكن خطيئة عرضت وسولت لنفسي وغلبني هواي وعانني على ذلك شقوتي وغرني ستك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فواسو أتاه على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنتهم عندما أتذكرها يا خير من دعاه داعا وأفضل من رجاه راجا طبعا كما أسفنا في الحلقات السابقة وبيننا لعله بعض الأسباب المتعلقة بحجب تعيين ليلة معينة من هذه الليلة الثلاث تعيينها كليلة القذر في أنها ليت القذر وقلنا طبعا كما أسفت في الحلقة السابقة وقلنا في لقاءة أسباب متعددة نقف على في لقاءة أهم هذه الأسباب وقلنا بأنه سبب الإبهام سبب الإبهام في عدم تعيين ليلة القذر بليلة معينة ولتوسيل نطاق عمل الخير الذي في الواقع يجب أن يقوم به الإنسان توسيل نطاق عمل الخير والعبادة والصير نحو الكمالات فلا شك ولا ريب أن استقبال هذه الليلة العظيمة بالتقوى كما تعلمون يعني ما يقرب من يعني عشرين يوما إنسان يعني صائم ومنسك عن جمل المفطرات من طرع الفجر إلى دخول الليل هذا في الواقع لعله يعتبر نوع من الإعداد والاستقبال لهذه الليلة العظيمة فيكون الإنسان بالتقوى والصيام المجهز قبلها لفترات لاستقبالها بالطهرة والتقوى طبعا هذا فالدليل على أنها ليلة عظيمة ومباركة وهذا ما جاء طبعا في القرآن والروايات أيضا الأمر الآخر قلنا لعله من أسباب الإبهام في عدم تعيين ليلة معينة من هذه الليلة الثلاث على أنها ليلة القذر في الواقع يتعلق بعملنا بعمل الخير فهو لمصلحة الإنسان كما قلنا بأن الأعمال يعني ثواب الأعمال مضاعفة في هذه الليلة المباركة ويتعلق بعمل الإنسان وهو لمصلحة الإنسان طبعا لأنه واقعا لو تم وضوح وتحديد نقطة لها لعجز الإنسان واكتفى بالعمل الذي أداه سابقا لذلك بقى بالنتيجة نقول هذا الإبهام هذا الإبهام ليلة القذر هو بالنتيجة راجع لمصلحة الإنسان طبعا ما هو القدر يعني نحن نقول أننا نزلناه في ليلة القدر طبعا القدر بمعنى أنها صاحبة قدر عظيمة أي منزلة هذه الليلة وأيضا نزل فيها القرآن وهو صاحب قدر قطعا لا شك والأريب بتوسط ملك صاحب قدر لأمة صاحبة قدر أيضا وأيضا سميت بليلة القدر وسر التسمية أنه لأجل تقدير الأمور والآجال وأرزاق الناس فيها وأيضا طبعا سميت هذه التسمية بليلة القدر لأن الأرض تضيق بوساطة كثرة الملائكة من باب قدر عليه رزقه أي ضيق أي ضيق عفون عليه رزقه بمعنى أن الأرض تتسع بنزول الملائكة وأن الله سبحانه وتعالى في الواقع لا يضيق رزقه على العبادة الذين ينقضون إليه بالعبادة والإخلاص طبعا كما لعله أسلفنا سابقا أنه هناك روايات متعلقة طبعا أخوان هذا ما نقوله في الواقع هو مصادر متعلقة بالحاديث عن المجلسي محمد باقر المجلسي رمو الله عليه في بحار الأنوار وهذا نفس المصدر طبعا وكذلك في جامعة حاديث الشيعة للسيدة برو جردي وكذلك تفسير الصافي للفيضة الكاشاني وأيضا ما نقوله من الروايات في هذه الأحاديث طبعا أنا في الواقع سأكون ألتزم مع النص في نقل بعض الروايات حتى أتوخذ دقة في ذلك يقول ليلة الخير العظيم فيما يتعلق بليلة القدر يقول يكفي في عظمة ليلة القدر أن الله تعالى وصفها بأنها خير من ألف شهر أي أفضل من ثلاث وثمانين سنة هذه الليلة يقول وقد ورد عن ابن عباس في تفسير هذا الأمر أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بني إسرائيل أنه حمل السلاح طبعا يعني من العباد والمخلصين لله سبحانه وتعالى أنه حمل السلاح على عاتقي في سبيل الله ألف شهر فعجب من ذلك عجبا شديدا وتمنى أن يكون ذلك في أمته فقال يا رب طبعا أنا أتزم بالرواية ونقل الرواية فقال يا رب جعلت أمتي أقصر الأمم عمارا وأقلها عمالا فأعطاه الله ليلة القدر وقال ليلة القدر خير من ألف شهر طبعا كما تعلمون هذا العابد حمل السلاح في سبيل الله لا شك ولا ريب وأيضا عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم العمل فيها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر لا شك ولا ريب أن العمل فيها وخير من ألف شهر طبعا وأيضا ورد في فضل ليلة القدر روايات عديدة نذكر منها ماروه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال موسى إلهي على نبينا وآله وعليه على الله التحي والسلام إلهي أريد قربك قال قربني لمن استيقظ في ليلة القدر قال إلهي أريد رحمتك طبعا هذا النقل عن نبينا الأكرم الأعظم صلى الله عليه وسلم وعن كلم الله موسى عليه السلام قال موسى إلهي أريد قربك قال قربني لمن استيقظ في ليلة القدر قال إلهي أريد رحمتك قال رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر قال إلهي أريد الجواز على الصراط قال إلهي أريد الجواز على الصراط قال ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر قال إلهي أريد النجاة من النار قال ذلك لمن استغفر في ليلة القدر قال إلهي أريد رضاك قال رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر طبعا لا شك ولا ريب هناك عمال منصوص عليها في ليلة القدر تؤدى في ليلة القدر ولعله ذكرنا سابق أنه من أفضل العمال من أفضل العمال التي يعني ندى بشارع إليها بإيتائها وجلبها هي زارة إمامنا الحسين عليه السلام في هذه الليلة العظيمة وأيضا ما ورد عن رسول أكرم صلى الله عليه وسلم تفتح بواب السماء في ليلة القدر فما من عبد يصلي فيها إلا كتب الله تعالى له بكل سجدة شجرة في الجنة لو يسير الراكب فيها ظلها طبعا هنا حقيقة هي روايات يعني لو يسير الراكب فيها ظلها مئة عام لا يقطعها إشارة إلى يعني لحجمها يعني الجزاء العظيم الذي يعطيه الله صلى الله عليه وسلم في الواقع تبقى أسرار مكنونة يعني أنه كما في نص هذه الرواية أنه تفتح بواب السماء في ليلة القدر فما من عبد يصلي فيها إلا كتب الله تعالى له بكل سجدة شجرة في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك الذين إن شاء الله يشهدون لها القدر ويحيون لها القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا في الواقع الصيام هذا الشهر المبارك ولا يحرمنا إن شاء الله في الواقع إحياء لها القدر العظيم المباركة التي لا تعود إلا بعد عام كامل ونرفع في الواقع مرة أخرى التعازي الحارة والأليمة لإمامنا صاحب العصر والزمان بالاستشهاد جده أمير مؤمنين علي بن أبي طالب إمامنا علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب عليهم السلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين اللهم صلى على محمد اللهم صل على محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة